ادي ما شباها باب قاضيق قربوز ماضيق اهو قدامنا اهو بيربط ما بين مستطح دولة الصغيرة اللي بالايصفر دي اهي عمان اهيي اللي انا بتكلم عنها والناحية تاني مننا الماضيق مفت señora ايراني الناحية التاني مشافيه انا هاي من الماضيق الماضيق الهي مين ايراني بقاضي بالنسبة عن التلات ماضيق اللي موجودة في الوطن العربي ولا ننسى أيضا الممرات المائية المهمة جدا قالوا وهي قناة السويس وهنا عارفين أن قناة السويس هي قناة بتوصل البحر الأحمر والبحر متوسط فبالتالي منطقة مهمة جدا بالنسبة لأي حد بيعمل تجارة طيب إيه السلبيات الوحيدة في الوطن العربي إيه الحاجات السيئة اللي ممكن تكون موجودة في الوطن العربي إيه بعض المشكلات المهمة اللي بتظهر في الوطن العربي قالك والله الاستعمار الأوروبي كان من سيطر بعض البلاد العربية في وقت معين من الزمان يعني مصر كانت محتلة 1882 كذلك تونس كانت محتلة كذلك الجزار كانت محتلة 1830 كذلك دول أوروبية كتير جدا كانت تم احتلالها في الفترة بتاعة القرن 19 والقرن 20 إيه اللي حصل؟ قالك الاستعمار ده بانا أنه يقسم الدول العربية بحامل نوع من أنواع الانعزال الفصلان بينهم مفروض الدول العربية عبارة واحدة واحدة كتلة واحدة عربية ولكن بانا أنه يحصل تأسيم وبانا أنهما كل دولة يخشوها يعملوا فيها مشاكل واصرعات طبعا أهم المشكلات اللي قدامنا زي ما احنا شايفين كده مشكلة فلسطين طبعا من أهم المشاكل اللي موجودة حد لوقتي يا رب بإذن الله يفك كرب فلسطين ويعدي يا رب الأزمة اللي هي فيه بلا دفل كده بعض المشكلات زي مشكلة جنوب السودان اللي هي التأسيم بتاع السودان نفسها لما تم تأسيمها في الوقت المعين واتأسيمت السودان بعد ما كانت للأسف دولة واحدة موحدة أصبحت دولتين ودي برضو حاجة كارثة جدا 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 كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا واقابلكم شاء الله بإذن الله في درس تاني في الجورافيا أو التاريخ بإذن الله